ميزانيات التنمية اليوم يجب استخلاص العبرة بشنا نخرجو شنية التعطيلات بالضبط التي تعرضنا عليها لتفعيل مشاريع التنموية وشنية الإجراءات ما هي الإجراءات التي سيتم أخذها في الميزانية 2013 لتفادي الفشل اللي صار بالنسبة لصرف الميزانية التنمية الجهوية احنا نعرف أنه من أغلاط الاستراتيجية اللي وقعت أنه ثم مشاريع أعطينيهم أولوية ربما مشاريع كبار مشاريع بتخذ وقت مشاريع تطلب معناها مرونة في بعض القوانين نعرف احنا قانون السفقات العمومية بتعنا أنه قانون معناها غير مرن اللي خلى تعطيل أكثر اللي خلى بالنسبة للمواطن في الجهات ما يشوف شو ما يتمسش المشاريع هذية ولهذا طلبنا أنه تكون الأولوية للمشاريع اللي تغير حياة المواطن المشاريع اللي تكون عندها صداء على المداء القصير والمتوسط يعني اليوم ما ثم مشاريع كما الحصول على الماء السرح للشراء النقل الريفي يعني مشاريع ليست معناها طويلة المداهية قسيرة أو متوسطة ولكن تغير حياة المواطن في حيه في جهته وغيره الأولوية يجب أن ترصد في هذا وبالتبع في انتظار معناها أن القوانين قوانين اللي مربوطة بالاقتصاد كما قانون الصفقات العمومية اللي يجب أن يتغير هذي نشوفوهم إجراءات اللي يجب تفعيلها اليوم قبل الغد لتفادي ما وصلنا إليها في قانون المالية التكملي وإلى سنة 2012 يعني عدم وصولنا وبقاحنا بعاد بالنسبة للأهداف لألفين واثناش ترجمة نانسي قنقر